السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويعطيكم العافية نكمل المثال السابق نساوي عليه كمان حركة لو نلاحظ هنا في التكست هذا اللي قال بيطلع بيرجع بيختفي انه ما فيه اي صبر بعد ما تنكتب الجملة يعني على طول اول ما تخلص على طول بيبدأ يمسح فيها فاش رايكم لو ضفنا بس فيتشار بسيط ان بعد ما يخلص الكتابة انه يوقف ثانية او ثانيتين اوكي وبعدها يرجع يمسح يوقف ثانية ثانيتين وبعدها يرجع يكتب هذا المثال التطبيق اللي راح نسويه في المثال تبعنا خلينا نشوف كيف هني ايجي هنا على الويب دوت بيتش بي هنسوي دوبلكيت اللي هو رقم ثلاثة ونسوي دوبلكيت للمثال تبعنا من تايب افكت 2 لتايب افكت 3 تمام؟ نسكر 2 ونفتح 3 طيب انا في عندي اللي هو الايقاف فمعناته انا لازم ازيد هنا عندي اللي هو تبع ال start pause اوكي ونعطي له مثلا قيمة الف ميلي سكند اللي هي عبارة عن ثانية وفي عندي بدال البوز start كمان البوز end وكمان نعطي له الف ثانية تمام؟ هنيجي هنا على الفنكشن تبعنا طبعا كل الشغل تبعنا هيكون على ال x in it فننزل على ال x in it الان طبعا هو الحركة تقريبا هنستخدم اغلب اللي احنا سويناه لكن هنعدل تعديلات بسيطة جدا فاول التعديلات انه انا همسح ال sit interval واكتب له هنا القوس وبعدها القوس انسكره وبعدها هيدل على ال object اوكي هذي اول حاجة وهنا نسكر هذا ب object فمعناته هيكون التعديل تبعنا هذي كمان هنشيلها هنستخدمها فيما بعد طيب اول حاجة انا بدي اعرف تعريف عندي هنيجي هنا نحكيله مثلا نعرف تغير متغير من عندنا اللي هو مثلا نحكيله let typing interval اوكي هنحكيله هنا ال function اللي احنا هذفناه من فوق اللي هو set interval و و بداخله اللي هو two parameter الاول اللي هو ال function راح نبنيه الان مثلا خلينا نسميه start type start type اوكي start type و البراميتر الثاني اللي هو data type speed فهنحكيله هنا data dot type speed تمام تمام طيب ال function اللي احنا هنبنيه اللي هو start type هنكتب له هنا function start type وصوي لي بعض الاوامر هنا في function اول امر انه انا محتاج current وكمان محتاج نشيك على direction direction اوكي فهناخد هذه cut ونرجع هنا نكتب له نسويله ياها paste فهنا عندي current اللي هي data text array اللي هي على حسب text index وبعدها نشيك على current index هل هو اكبر من current length اذا كان هيك فما نتوصويله ال direction اللي هي backward طيب بعدها انا محتاج انه انا سوي clear ل set interval هذا بشكل مؤقت فهنحكيله هنا clear interval اللي هو اسمه typing interval تمام وبعدها نعطيله الامر من javascript اللي هو set time out function نعطيله اللي هو typing interval typing interval ok بس يكون كل متى في حالة اللي هي ال pause end اوكي اوكي فنخطيله هنا data dot pause end اوكي تمام بعد ما خلصنا الف statement هذه المفروض انه انا اشيك على data to text هذه نسويها هنا عشان نسوي عليها check او f statement و ه Produkt فنحكي له اذا كان direction forward فمعناة Evangelion c Number ного اوكي نسوي اوكي فمعناته انا هاخ Definition if statement اخلى هنا بداخل هذا اوكي اذا كان data direction يساوي forward فما نعطو زيد لي على car index 1 else سوي لي ناقص 1 لكن اذا كان car index يساوي يساوي صخر هذه نخليها قبل عشان نساوي العملية اللي هي تبعت الوقوف والتكملة هيكون عندي data direction هيكون forward وبعدها نساوي نفس الامر اللي هو clear interval اوكي ونساوي برضو sit time out فنأخذ هذا copy منه ونأخذ هنا نساويه paste لكن بعد ال pause هتصير pause start تمام بعد ما يخلص من ال if statement يكمل انه يخلي data car index يساوي 1 ونسكر الفونكشن تبعنا طبعا احنا وصلنا لحد هنا المفروض انه انا اسكر object واسكر ال ghost هذا فهنا نسكر ال object وبعدها نسكر ال ghost وبعدها نعطيله اللي هي ghost لانه عبارة عن javascript مستقل وبعدها نسكر المفروض خلينا نشوف اش صار عندنا في المثال لو سوينا اللي هو number 3 نتاكد اوكي الآن وقف عبارة عن ثانية وبعدها رجع مرة ثانية وقف لمدة ثاني وبعدها رجع يبطل مرة ثانية طيب لو خلينا من 1000 خليناها مثلا 3000 اللي هي ثرة ثواني وهنا ثرة ثواني فمعناته هيبدأ يشتغل وبعدها يوقف ثرة ثواني وبعدها هيبدأ يمسح بعد ما يخلص يوقف ثرة ثواني بعدها يبدأ يرجع مرة ثانية خلينا نشوف refresh وقف ثرة ثواني هيبدأ يمسح تمام وقف ثرة ثواني الآن هيبدأ يكتب جميل جدا طيب ما رأيكم نساوي كمان حركة على نص هذا فمعناته الآن اللي هو type effect هنا هنزيد اللي هو رقم 4 وهنا هنزيد رقم 4 ونساوي duplicate للثلاثة نخليها 4 ونفتح type effect 4 ونشوف ايش اللي راح نسوي هنا لو ايجينا هنا في الارة هذي زدنا هنا جملة مثلا نحكي مثلا نحكي باللد تمام؟ ونطيله على متعجب You have to learn it اوكي اذا انا صار عندي هنا ثلاث جمل في الري هنا فما نعطو انا بدي اكتب هذه الجملة وبعدها امسحها وبعدها اكتب هذه الجملة وبعدها امسحها وبعدها اكتب هذه الجملة و امسحها و ابدأ من اول وجديد فايش كل اللي راح اسويه؟ انا ما اندي الا تغيير بسيط جدا اللي هو بالفنكشن اللي تحت اللي هو هذا اللي هو SetTimeOut هنقرأ اللي هو textIndex textIndex وين textIndex اللي هي هذه اوكي فما نعطو احنا بس هنضيف على textIndex واحد لانه انا صار عندي textArray عبارة عن اكثر من جملة فهنا هنكتب له data dot textIndex زائد يساوي واحد يعني ضفنا عليها واحد اوكي وهنساوي جملة شرطية هنا عندي data نساوي جملة شرطية if اللي هي data dot textIndex اكبر من او يساوي اللي هو data textArray dot textArray dot length اوكي هل التكست اللي انا حاليا فيه موجود فيه اكبر من او يساوي اللي هي textArray اللي هي ضفنا عليها الجمل هذي اوكي اللي هي textArray هذي فمعناته اذا كان الجواب صحيف فمعناته سوي لي data dot textIndex textIndex تساوي صفر يعني ارجع لي من الاول لانه عبارة عن الريل الريل بيبدأ من صفر واحد اثنين ثلاثة مش من واحد اثنين ثلاثة الريل بيبدأ من الصفر فهذا كل التغيير اللي احنا راح نسويه عنا في المثال هذا نسوي save ونرجع نشوف طبعا هذا المثال الثالث نمسح ثلاثة نكتب اربعة enter لاحظ انه انا كتبت كتب لي اول جملة هيوقف ثلاث ثواني بعدها هي يمسح الكتابة يكتب الجملة الثانية اللي هي AlpineJSCourse by MindCMS هيمسح الجملة يكتب الجملة الثالثة اللي هي You have to learn it أوكي تمام فمعنى تخلينا بس مثلا نقلل هنا عندنا البوز start نبدأ فيها من ألف هنا مثلا نخليها البوز end نخليها 500 ونقلل كمان السرعة مثلا هذه نخليها 75 خلينا نشوف refresh لاحظ انه صار أكتب أسرع كتب الجملة الثانية طبعا هي الجملة طويلة شوية فنحتاج انه نفتح الشاشة نجرب مرة ثانية بريتي لابراري اوكي البوز end البوز end البوز end البوز end البوز end اوكي تمام وبعدها You have to learn it ما نعطوا هيك احنا خلصنا الأفكت الرابع بيظل علينا افكت واحد انسوي الحلقة الجاهية يعطيكم العاقية اذا كنت اول مرة تشوف القناة لا تنسى تشترك في القناة والاعجاب ومشاركة القناة ودعوة في ظهر الغيب ويعطيكم العافية